اشتركوا في القناة ساعد الناصيري يقرب المهاشم محمد أوناجم للعودة النادي الأحمر من شديد بلد الزياني وأيوب الكعبي والدعاني الشماهير الودادية بالرسالة خاصة وكل أعمال المهاشم البركنافي محمد لامن وصارى يعرق الانتقاله إلى نادي الوداد الرياضي وفي خبر عاجل مهاشم أفريقي شديد على طاولة ساعد الناصيري بالمركاتو الصيف الحالي فرض المدرب وليد الرقراقي على المهاشم جونيورك باكبو الخضوع لتداريب انفرادية بمركب محمد بن جلون وذلك حتى عودت الفريق الأحمر من السعيدية وأكد مصدر بدادي مسؤول أن المدرب وليد الرقراقي سيحسن قراره النهائي في بقاء المهاشم جونيورك باكبو بالنادي الأحمر بعد العودة من السعيدية حيث يرفض التسرع في التخلي عن خدماته إلى حين إخداعه للاختبار والوقف على مؤهلاته التقنية والبدنية ورفض النادي الأحمر الاستجابة لطلب وقل أعمال المهاشم جونيورك باكبو لفصح عقده بالتراضي حيث اشترى تساعد الناصيري حصوله على 150 مليون سنتيم للتخلي عن خدماته بالمركاتو الصيف الحالي أكدت بعض المصادر أن المهاشم محمد أوناجم لا يتواجد ضمن قائمة الزمالك المصري الأفريقية بشكل مؤقص وذلك في انتظار التأهل إلى دور المجموعات لمسابقة دور أبطال أفريقيا وأضافت المصادر أن المهاشم محمد أوناجم يرغب في العودة إلى النادي الأحمر من شديد بالمركاتو الصيف الحالي حيث أن المفاوضة لا زالت قائمة بين ساعد الناصيري ومسؤولي الزمالك المصري حيث أصبح من المحتمل بشكل كبير أن يعود محمد أوناجم إلى نادي الوذاذ الرياضي الموسم القادم وأضافت المصادر أن عودة المهاشم محمد أوناجم إلى النادي الأحمر مرثبت بانتقال اللاعب وليد الكارتي إلى الزمالك المصري حيث يرغب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في التعاقد معه خلال المركاتو الصيف الحالي لتعود رحيل اللاعب السنوسي فرجاني الساسي في مقابل التخلي عن خدمة المهاشم محمد أوناجم لصالح النادي الأحمر ودعا المهاشم بلال الزياني مكوناس النادي الأحمر بعد مغادرسه بشكل رسمي بالمركاتو الصيف الحالي وقال المهاشم بلال الزياني عبر حسابه الرسمي أود أن أشكر زملائي على مساعدتي في هذه المرحلة الجميلة وفي نفس الوقت الصعبة وأيضا أشكر الجماهر الودادية على دعمهم بالأشهر الماضية ويشعر إلى أن النادي الأحمر كان قد تعاقد مع المهاشم بلال الزياني بالمركاتو الشسوي الماضي قبل أن يقرر المدرب وليد الرجراجي التخلي عن خدماته بالمركاتو الصيف الحالي لعدم اقتناعه بمؤهداته التقنية والبدنية من خلال إخداعه للاختبار في وقت سابق وجه الدولي المغربي أيوب الكعبي المهاشم السابق للنادي الأحمر رسالة خاصة لجميع المكوناس الودادية وذلك بعد رحيله بشكل رسمي خلال مرحلة الإنسقالة الصيفية الحالية ونشر المهاشم أيوب الكعبي صورة له بقميص ناد الأحمر عبر حسابه الرسمي وقال المهاشم أيوب الكعبي شكرا لجميع مكوناس النادي الأحمر جمهورا ولعبين ومسيرين مسامنيا لكم المزيد من النجاح حس مستقبلا وكان فريق سايس بورس تسوركي قد أعلن يوم أمس الجمعاء الماضي سعاقده مع المهاجم أيوب الكعبي بشكل رسمي وذلك خلال الميركاتو الصيف الحالي بعقد يمسد لموسمين قادمين السبعد المدرب وليد الرقراجي اللاعب أيوب سكوما وبدر الدين كدارين من التدارب الجماعي للنادي الأحمر خلال معسكره الإعدادي بالسعيدية وأكد مصدر ودادي مسؤول أن أيوب سكوما وبدر الدين كدارين يعانيان من إصابة خفيفة لذلك إرساء الطاقم التقني للنادي الأحمر في التنسيق مع الطاقم الطبي إخداعهم لتدارب انفرادية لتفادي تفاقم الإصابة وذلك حتى يكون جاهزين للعودة إلى التدارب الجماعية الأسبوع القادم يعرق الوكل أعمال المهاجم البوركينافي محمل من وصارة انتقاله إلى نادي الوضاد الرياضي بالميركاتو الصيف الحالي وذلك رغم توصل الفريق الأحمر إلى اتفاق نهائي مع ناديه سونافيل البوركينافي وأكد مصدر ودادي مسؤول أن الواكل يغري المهاجم محمل من وصارة بانتقاله إلى نادي ميدز الفرنسي رغم عدم وجود أي مفاوضة رسمية عكس نادي الوضاد الرياضي الذي عرض في مراسلة رسمية مئة مليون سانسيم وذلك للحصول على خدامة المهاجم البوركينافي محمل من وصارة بالميركاتو الصيف الحالي وأضاف بأن نادي سونافيل البوركينافي منح وكلا المهاجم محمل من وصارة حتى يمغدن الاثنين وذلك لتوصوله بطلب رسمي من نادي ميدز الفرنسي وفي حالة فشله في ذلك فإنه سيتم إجراء التعاقد المهاجم محمل من وصارة مع الوضاد الرياضي دخل مسؤول النادي الأحمر في مفاوضة جادة للتعاقد مع المهاجم البنيني أودولي شابي بالميركاتو الصيف الحالي وأكد مصدر وداد مسؤول أن التخوف ساعد الناصيري من فشل صفخة سالبوركينافي محمل من وصارة دفعه لإختيار المهاجم أودولي شابي ليكون بدينا له في حالة عدم سمكنه من إسمامه لصفخة سالمهاجم البوركينافي ويعتبر المهاجم أودولي شابي واحد من أبرز اللاعبين الواعدين بالقراء الأفريقية حيث قدم مسؤول جيد رفق سفاريقه النوسم الماضي مما جعل النادي الأحمر يسعى للتعاقد معه بالميركاتو الصيف الحالي ويشار إلى أن الوضاد الرياضي تعاقد مع المهاجم ريد الجادي ناعب الفتح الرباطي بالإضافة لشعفيدي مهاجم مهدف نجم الشباب الرياضي البيضاوي تضع الإدارة التقنية للنادي الأحمر بقيادة المدرب وليد الرجراكي مجموعة من اللاعبين ضمن اهتماماتها من أجل التعاقد معهم بالميركاتو الصيف الحالي وذلك لسد الفراغ الذي يعاني منه الفريق الأحمر في بعض المراكز ويرغب الوضاد الرياضي في سعززه لسشكيلة الفريق بلاعبين مميزين وذلك حتى يكون جاهزا للمنافسة خلال الموسم القادم لا سيما أنه سينافس على سلسوى جهاز وهي دور أبطال أفريقيا ومسابقة كأس العرش بالإضافة للدوري المغربي ويسابق الوضاد الرياضي الزمن للتعاقد مع لاعبين أجانب وذلك بعد رحل مجموعة من اللاعبين داخل الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيف الحالي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة